اول حاجة بتدخل على جوجل وتكتب مشروع المصحف الالكتروني لجامعة الملك سعود وتفتح مشروع المصحف الالكتروني تضغط عليه تفتح لك الموقع تروح على الدخول للمصحف الالكتروني زي كده بعد كده هو بيفتح لك بقى زي ما تشايف عايز من الصورة ولا الآية ولا الصفحة احنا شغالين بالصفحات يبقى تغطي على الصفحة مثلا كده انا عايز صفحة 139 اللي احنا فيها النهاردة الواجب بتاع النهاردة 139 اهو يفتح لك تلاقي الصفحة على مين وعليسار التفسير بس هي صفحة مقابلة صفحة لا اكثر ولا اقل اشتركوا في القناة